في اطار مسائل الحكومة لتحسين علاقتها مع دولة السودان وجه الفريق والسلفكير ميارد رئيس الجمهورية الوحدات الاولى على طول الحدود مع دولة السودان بالانسحاب 500 لانه حدود الاول من يناير للعام 1956 المزيد في تصريح الذي اتل به السيد اتين ويغاتين المستشار الصحفي بمكتب رئيس الجمهورية أغلب الوحدة المليات الأولى في المنطقة التي تحدثت على الغنيات التي تحدث هذه الشرق للتجمهورية ما هي تحسين مشكلة على المتابعة المتابعة وأتي من خطر المستشاركة وريده إسراءة وراءات المتابعة نحن نحن حتث عنواتي ونحن نحن 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 السيدان نحن المدينة من المدينة الرجال لقد قمت بسطناء مؤسسي للحضور إلى القاتم من العام لقد وقت عام 2015 التي نحن حدث بمكتبه هذه المدينة عن المحرمات من المحركة مع قاتم مع الوصول بالعقاتم في القاتم اليوم أريد أن أعطيكم أن أعطيكم أعطيكم محبوبة الدولية أن أردت أن أعطيكم الذين يتعلمون بأن هذا المدرس سيكون لدينا مدرسة أي من المدرسة الرياضية القطاعات المنوخة على أعلى لقصد 5 ميال سواء من المنوخة في عام 1 جنواري 1956 في مقارنة لحظيمتنا على المقارنة للتحالب المتحدث عن المتحدث عن ندفع الانحاسي من 2005 محرم نحتاج إلى تعمل بحيث مع أسفرنا و شكرة في كاتون لتحسرن بشرحنا نحاولنا نحاولنا وسيقوم نقاتل كل المجموعة التي تحتاج إلى هذه المهمة too many of our people from both our two sisterly republics live on our common borders it is our obligations responsibility and a duty to cooperate to normalize our relations with our brothers in the republic of Sudan for the sake of our people on this emotionally agreed common borders it is my belief and hope that brother field marshal Umar Ahsan Ahmed al-Bashir the president of the sisterly republic of the Sudan will also respond to my message of normalization of our relations positively and will on his part also open our common borders for communications trade and relationship between our two sisterly countries and people may God almighty bless all of you and grant you peace Salafakir Mayadid president of the republic of south Sudan Juba 25th january 2016 2 3 4 6 6 7 6 6 6 8 7